تمكنت القوات المشتركة من تصدي الهجوم شنته ميليشيات الحوثي على منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة وأفادت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع عناصر ميليشيات الحوثي التي هاجمت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة ومتوسطة وأضافت المصادر أن القوات المشتركة كبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتادي والأرواح وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحة وأشرت المصادر إلى أن القوات المشتركة تمكنت من تدمير الأسلحة الثقيلة تابعة لميليشيات الحوثي في ملاذا من تبقى من عناصر ميليشيات بالفرر